بسيط حسن كنا قد بدأنا استفسارات قديما حول أن هناك جهات تسعى إلى تفتيت السودان هذه الأسئلة التي كنا نفتتح بها معظم هذه الحلقات تقودنا الآن إلى ما يدول في أمجرس منعورات بين الجيش الشادي والجيش الإماراتي في أمجرس في شاد من أجل ربما حماية الحدود المشتركة بين شاد وأبو صبي لا توجد مبررات عسكرية ربما لهذه المناورات لذلك تأخذ هذه في اتجاه تفتيت السودان وجعله منطقتين منطقة يسيطر عليها الجيش ومنطقة أخرى تسيطر عليها الميليشيات خصوصا في نيالة شكرا يا ناجي مرحبا بك ومرحبا سادة المشاهدين أنا دار أقول لك الكتاب هذا واحد يا ناجي الكتاب استهداف السودان هذا واحد بتتعدد النسخ بتاعته وتتعدد الطبعات بتاعته الطبعة الأولى الطبعة الثانية الطبعة الثالثة يعني الناس بيتذكروا زي ما أنا باستمرار بقول يعني الطبعة الأولى هي كانت أول شيء استيعاب التمرد الأول أي يبان رفع العلم وإنه يمشي يتدرب في إسرائيل ويتم تشليحه في إسرائيل وكده والقصة الوقت داك ما قصة إنه والله في إقليم مهمش ولا في إثنية بيتمارس طغيان على إثنية تانية هي دي حيثيات لإضعاف السودان في مرحلة من المراحل وبتستمر النسخ بتاعت الكتاب دا لحد ما جينا لعملية الأمطار الغزيرة اللي تبنت وزيرة الخارجية الأمريكية لما جمعت كل قادة المعارضة ما يسمى بتجمع الوطن الديمقراطي ونفذوا عملية حربية عسكرية ضخمة جدا من ثلاثة محاور من ثلاثة دول مش منهم جرس بس مش من تشاد بس من ثلاثة محاور وفشلت وتجي هذه النسخة وبإذن الله سبحانه وتعالى تفشل ليه لأنه أصحاب المكردة في الحسابات المادية الطبيعية بتاعت بتاعت حسابات القوة وموازن القوة دي يعني إذا انت مثلا للا خلاص السودان تتأكد أنه تشاد متورطة في أنه في مؤامرة لتفكيك أو تفتيت أو لإضعاف السودان ما هي دولة هشة جدا دولة هشة يعني أنا ما دار أقول لكن مثلا نحن عندنا مثلا في الجوار الشرقي ده مثلا في دولة كان همها الأساسي أنها هي تشتغلكم إخلاق قط ضد السودان في النهاية لما السودان انتبه لها ورد لها المكردة انقسمت هي اللي انقسمت هي كان دار تكسبها هي اللي انقسمت لدولتين